أجمل وأحب برنامج عبادي إلى الله في يوم عرفة بسم الله الرحمن الرحيم أغلى أيام السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم انطلعت عليه الشمس يوم عرفة الشمس ما طلعتش على يوم أفضل أحب إلى الله من يوم عرفة يقول النبي خير الدعاء دعاء يوم عرفة أكتر دعاء يستجاب دعاء يوم عرفة خير ما قلت أنا والأنبياء من قبلي في يوم عرفة يوم عرفة اليوم الغالي اليوم الحبيب إلى الله انت لازم تستعد لليوم ده استعداد غير عادي انت لازم تدخل يوم عرفة بنفسية غير عادية ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لازم تعظمه أوي والنبي صلى الله عليه وسلم بالآيات اللي قالها يخليك تعظمه أوي يوم عرفة ده اليوم اللي ربنا قال فيه اليوم أكملت لكم دينكم مبروك اكتمل دينكم وفي أمم تانية ما اكتملش دينها وأتممت عليكم نعمة يا رب انت راضي علينا قد كده وراضيت لكم والإسلام دينا يوم عرفة اليوم اللي ربنا قال فيه ونزلت الآية واسألوا الله من فضله اسألوني النهاردة والله ذو الفضل العظيم حديكم كتير أنا فضلي لا ينتهي انتوا اسألوني وفضلي أعظم مما تتمنون نزلت فيه ومعرفة عرفت يعني ايه ومعرفة برنامج عبادي أنا هقول لكم كيف تعيش يوم عرفة يوم عرفة انت في غاية التركيز أول حاجة انت ليلة عرفة والله يبدأ الموضوع من ليلة عرفة انت لازم تصلي ركعتين ركعتين قيام بين يدي الله تذللا إلى الله ومحبة إلى الله وأمنية أن يفتح عليك غدا فتحا كبيرا وتوبة إلى الله كل النواية دي جوى قلبك اللي أربح حاجة اللي أنا قلتهم دول طلع فجر عرفة صلي صلاة الفجر بإحساس كبير علي الإحساس قوي لا ده يوم إحسان نيتك في يوم عرفة سأخرج أفضل ما عندي في حب الله يوم عرفة نيتك أن تعبد الله كأنك تراه حاسس قوي وعمال بتزود على نفسك الإحساس أيوة الإحساس يجي لما تقول لنفسك أنا عايز أحس إنك تتأمل المعاني الليك بتقولها إنك مركز قوي فيأتي الخشوع ويأتي الإحسان وتعبد الله كأنك تراه صليت الفجر إيه وعتخش اتنام على طول يلا أقعد جلسة ذكر لغاية الشروع أذكر أذكر كمان طبعا واخد نية الصيام صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة مبروك السنة اللي فاتت اتمسحت بالكامل والسنة الجاية ممسوحة بالكامل صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة ياريت قبل ما يبدأ اليوم تكلم على قد ما تقدر أصحابك وحبيبك وعيلتك وأهلك تفكرهم بصيام بكرة وإيه منع أنتوا تفتروا مع بعض بكرة طيب صلينا الفجر جلسنا جلسة الذكر هتقول أذكر الصباح وحتذكر وأحب الذكر إلى الله في يوم عرفة تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير تكثر منهم لأنهم أحب الذكر إلى الله في العشر الأوائل وتستنى لغاية صلاة الضحى وتصلي صلاة الضحى وتبدأ تدعي واسألوا الله من فضله لأنك هتدعي كتير النهاردة فدي أول مرة هتبدأ الدعاء فيها وبعديها خش نام خش نام عشان اللي جاي غالي قوي وكل ما نقرب من المغرب غالي أكتر 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 يلا نمت صحيت على إمتى صحيت على الظهر تستريح يلا حنصلي الظهر ونعمل لنفسنا خلوة في مكان في البيت أيوة مكان بتاعك تطلع منه على العيلة لما تكونوا عايزين تتجمعوا على العبادة النهاردة يوم عبادة النهاردة أنت لا حتقعد تلعب على السوشيال ميديا لا 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 أنت مع الله دي فرصة عمرك ده أكثر يوم تعتق فيها الرقم من النهار أنت ممكن النهاردة تكتب من أهل الجنة وإذا كانت ليلة القدر مخبأة أنت مش عارف أدركتها ولا لا فامتأكيد في يوم عرفة يلا صلينا الظهر حتبدأ تدعي ركز على ثلاث أدعية كبيرة قوي الدعاء الأولاني اللي لازم تدعوه في يوم عرفة بكل قلبك اللهم أعيني اليوم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مش بشطرتك أنت محتاج إعانا من الله عشان يقويك على العبادة في هذا اليوم الدعاء التاني اللهم اعتقني اليوم من النار اللهم اعتقني أنا وأبو يا أمي وأهلي وأولادي من النار لأنه أكثر يوم تعتق فيه الرقم من النار الدعوة الثالثة وسألوا الله من فضله إيه الحاجات اللي في الدنيا اللي نفسك فيها فلوس نجاح صحة شفاء فردوسة أعلى من الجنة وسألوا الله من فضله والله ذو الفضل العظيم فوق اللي تتمنى صليت الظهر قعد بقى في الحتة بتاعتك إيه دا خالص ابعد عن أي حاجة تخليك تخش في أي توطر مع أي حد من الناس ولا حد يدخلك في إخداء مع الله مع الله مع الله مش قاعد تفر في تليفوناتك ابدأ أذكر هذا الذكر الغالي ذكر الأنبياء في يوم عرفة يقول النبي خير ما قلت أنا والأنبياء في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هي دي دعوة الأنبياء في يوم عرفة قلها كتير أقولها قد إيه قلها ميت مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كذبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وتنحى عنه الشيطان سائر اليوم ولم يأتي أحد بأفضل منه عند الله انت أفضل واحد عند ربنا انت أحسن واحد عند ربنا انت أحب واحد إلى الله إلا مين اللي أحسن منه إلا رجل قال مثله أو يزيد زود شوية ما تقولها امتين قولها مرة بعد الظهر ومرة بعد العصر الميت مرة دول ياخد وقت قد إيه ربع ساعة لازم أقولهم كلهم على بعضهم لا ممكن كل شوية تقول تلاتة وتلاتين مرة بس المهم تحسهم قلت ابدأ ادعي تاني ابدأ ادعي تاني وابدأ أذكر تاني ايه أغلى أذكار على الله في يوم عرفة ثلاث أذكار غلي على الله في يوم عرفة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللي هي الباقيات الصالحات اتنين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللي هو أحب الدعاء إلى الله في يوم عرفة التالتة والأخيرة اللي تكثر منها الاستغفار وكأنك بتقوله اغفر لي عشان تعتقني من النار استغفر الله استغفر الله تقولها امتين تقولها تلتمية تقولها خمسمية إذن البرنامج خلصت الضر ودعيت وذكرت ريح لغاية العصر بس ريح من غير ما تطلع برا تركيزك من العصر للمغرب انت قاعد في مصلك يا إما بتدعي بالأدعية اللي قلنا عليها وتطلب من ربنا من فضله يا إما بتذكر يا إما بتتوسل إلى الله يا إما بتناجي الله يا إما دموعك نزلت يا بختك قربت قوي 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 قبل المغرب بوقت قليل جمع العيلة ويلا ندعي كلنا مع بعض وآخر دقايق اختلي بنفسك وتوسل إلى الله وكل ما المغرب يقرب موت نفسك وتوسل إليك ترعتقني اللي لدي استجبلي في دعاء الفلاني ارزقني كذا أعني تقبل مني افتح علي شغلني عندك استخدمني لغاية ما يوصل أذان المغرب اسجد شكر لله وانت بتفطر الحمد لله لمن علي بيوم عرفة دل انصحك به في يوم عرفة اللهم افتح علينا فتح كبير اللهم اعتقنا في يوم عرفة من النار اللهم اعننا في يوم عرفة على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استجب دعاءنا ولا ترد لنا دعوة في يوم عرفة وافتح علينا وارزقنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وافتح على أولدنا وارضى عنا يا رب العالمين آمين 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 اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصيتي الأخيرة ليكم انوي الإحسان ودعي انه يكتبك من المحسنين انك تطلع أحسن ما عندك اللهم اكتبنا من عبادك المحسنين اللهم اكتبنا من عبادك المحسنين اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا نعبدك يوم عرفك أننا نراك وارضى عنا يا أكرم الأكرمين شكرا والسلام عليكم ورحمة الله